ضربة اقتصادية صحى عليها العالم اليوم عطل تقني توقفت على اثره الاعمال الحيوية في اغلب الدول والحكومات من الولايات المتحدة حتى استراليا خلل يوقف العالم ويشل حركته البداية كانت من شركة مايكروسوفت باعلانها عن خلل في نظامها العالمي تزامنا مع اعلان شركة الامن السبراني كراودسترايك عن خلل تقني شل خدماتها العالمية بضع دقائق اخرى اعلنت بعضها الكثير من الدول والحكومات تعطل خدمتها في المطارات والمستشفيات والبنوك وسكك الحديد واسواق البرصة وتوقف تداول النفط والغاز في بعض الدول هيئة الطيران الامريكية طلبت من كل الرحلات الجوية الهبوط في وقت اعلنت شركات طيران عالمية كبرى وقف جميع رحلاتها نتيجة هذا الخلل الكارثة لم تتوقف عند المطارات بريطانيا اعلنت عن توقف العمل في النظام الطبي تزامنا مع اعلان اكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة انها تواجه مشاكل فنية على نطاق واسع متوقعة الغاء الرحلات مثل ما اعلنت واشنطن بالاضافة الى تعطل تداول النفط والغاز بسبب انقطاع الانترنت الذي كان لسنغافورا نصيب بارز منه ليس الاقتصاد وحده من تأثر الرياضة هي الاخرى نالها من النصيب جانب ايث اعلن القائمون على اولمبيات باريس تأثر عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات نتيجة الخلل التقني ولان فاجعت العالم اقتصادية بدرجة الاولى فقد ترجعت الاسهم الاوروبية الى اكثر من 17% في ظل تعرض عدد من البورصات لخلل انتقني اصاب اغلب دول العالم كما انخفضت اسهم شركة مايكروسوفت وكراود سترايك في التداولات الاوروبية الى اكثر من 12% فيما تراجعت الاسهم الاوروبية بشكل عام متجهة صوب تكبد خسائر اسبوعية متأثرة بانخفاض اسعار السلاع الاولية واستمرار هبوط اسهم شركات التكنولوجيا العالمية حتى الان تشير التوقعات الى عملية امن سبراني وقرصنة انتجت هذا الخلل التقني دون ظهور معلومات مؤكدة الا ان خبراء الدوليين اكدوا ان استمرار هذا الهجوم او الخلل التقني دون انهائه في اسرع وقت سيكبد العالم خسائر تصل الى تريليونات الدولارات